دكتورة يومن الحمائي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس أهلا بحضرك يا دكتور ونورانيكا العيدة أهلا بيك يا دكتور في البداية المفاوضة الأوروبية أصدر التقرير خاص بالعلاقات والشراكة بين مصر وما بين الاتحاد الأوروبي وقالت فين التعاون في مصر شهد تطور جيد في العديد من المجالات خلال فترة من طبعا يونيو 2017 وحتى مايو 2018 في البداية عايزة أعرف متابعة حضرتك للتقرير جاءت إزاي الحقيقة التقرير بيوضح بشكل كبير كل الوضع الاقتصادي في مصر فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية بيتكلم على أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق استقرار اقتصادي كله في مصر بيتكلم على أن حصل تحسن في الإرادات القادمة من السياحة وطبعا إحنا كان الفترة الماضية شهدت تراجع كبير في الإرادات من السياحة حصل تحسن أيضا في تحويلات المصرين العاملين في الخارج احنا بنتكلم على من 19 مليار دولار قفزت إلى تقريبا ماكرو من 26 مليار دولار فده يعني نقلة كويسة بنتكلم على أهم من ده كله ارتفاع معدل النمو وده مهم جدا أن الاقتصاد بيحقق ارتفاع في معدل النمو وصلنا إلى 5 و 3 من 10 بعدما كنا بنتكلم حقيقة فترة الثورة كانت نزلنا إلى أقل من 2% وبالتالي طبعا ده معناه أن الاقتصاد بيبتدي يعني يعني فيه بيبتدي يحصل له عملية انتعاش وبيبتدي يدخل في مصار النمو فده نقطة إيجابية اتكلم كمان التقرير على المؤشرات الخاصة بالبطالة وده مؤشر مهم خفضت عندنا طبعا مشاركت وده بما معناه أنه زيادة الاستثمارات وارتفاع معدل نمو أسهمت في ارتفاع معدلات التشغيل صحيح يعني الحقيقة أن يعني الانخفاض اللي حصل في معدل البطالة كنا نتمنى أفضل منه وإن شاء الله عندنا فرص هاي لأننا نقص معدلات البطالة وهو ما ذكروا التقرير فعلا يعني التقرير بيكلم على رصد للعام ده كمؤشرات اقتصادية أساسية بيتكلم على اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي بيتكلم على المؤسسات الاقتصادية الدولية اللي هي بدأت وفقا لتقاررها بتوضح أن أداء الاقتصاد المصري ماشي في الاتجاهة السليم فاتكلم على رصد الواقع في خلال العام وتكلم على توقعات أيضا مستقبلية يعني تكلم طبعا على التوقعات المستقبلية في إطار طبعا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بيتكلم على الإصمارات الأجنبية المباشرة اللي هي الموجودة في مواصر حجم الإصمارات الأجنبية من الاتحاد الأوروبي الحقيقة من الإصمارات الوعيدة جدا والحجم بيكاد يصل إلى 40 مليار دولار اشتركوا في القناة